الراديو تسعين تسعين هواها مصري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن الدعاء من أعظم العبادات وأجلها فقد جاء في الحديث الشريف عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وللدعاء في شهر رمضان خاصية عظيمة حيث تجتمع فيه فضيلتان هما فضيلة الزمان وفضيلة الصيام ولقد نبه القرآن الكريم إلى فضل الدعاء في الصيام حيث ذكر الله سبحانه وتعالى استجابته لدعاء الداعين في أثناء آيات الصيام فقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهذه الآية نزلت وسط آيات الصيام وكأنها إشارة لوجود ارتباط كبير بين الدعاء وهو لب العبادة وبين الصوم فيكون الدعاء أجدر وأقرب للقبول إن من أفضل أوقات استجابة الدعاء في رمضان زمن قبل الإفطار عندما يقترب الآذان فقد قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وكذلك من الأوقات الفاضلة وقت السحر أي قبيل الفجر وما بين الأذان والإقامة أيضا في الصلوات المكتوبة وكذلك وقت السجود كل هذه أوقات يستحب فيها الدعاء والوعد باستجابة الدعاء فيها والاستجابة الدعاء شروط أولها الأكل الحلال ثانيها أن يكون الإنسان مظهرا للضعف والذل لله سبحانه وتعالى وثالثها أن يكون الإنسان واثقا أن العطاء منه وحده سبحانه وتعالى رابعها أن يرفع الإنسان يديه ويكون مستقبلا للقبلة خامسها أن يكون الإنسان على طهارة وآخر الشروط أن يدعو الله سبحانه وتعالى عقب الصلوات وعند الإفطار فكل هذه الشروط سواء منها ما كان واجبا أو ما كان مستحبا هي شروط محققة بإذن الله سبحانه وتعالى لإجابة الدعاء فعلى المسلم أن لا يدعى هذه العبادة العظيمة في هذا الشهر الفضيل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر لنا أجمعين اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها فذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها وحملنا على النجاة منها واجعلنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها موسيقى